وما فعلته يوم الأحد الماضي من إعلان حالة الطوارئ فقط في مدن القناة وفقط لمدة شهر وحظر التجوال أمس أحلته إلى المحافظة أو محافظة المدن الثلاثة لكي يقرروا ما يشاء إذا لازم الأمر حتى يلغى حظر التجوال إذا كان الأمن مستتب هذا الإجراء مؤقت كان ضرورياً ولازماً للحفاظ على أمن المواطنين وكان طلباً من كثير من الجهات الشعبية والتنفيذية الموجودة في هذه المدن الثلاثة في السويس والإسماعيلية وبرسعيد ولكنه إجراء مؤقت جداً